تبادل سمو أمر البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني والتبركات مع أشقائه وإخوانه قادة الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك هذا وقد ضمن سموه برقياته الأخوية أطيب التمنيات المقرونة بخالص الدعاء بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وكان سمو نائب الأمين وولي العاد الشيخ نواف الأحمد أدى صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر محمد وسمو الشيخ جاب الأنبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة فيصل الشايع وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة